مشاهدنا المحترمين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم التي نخصصها لعديد الأحداث اليوم طبعا الموضوع الأساسي إن شاء الله سيكون حول ندوى حول فكر المفكر الجزائري والعالم الكبير مالك بن نبي طبعا تحت عنوان الإصغاء إلى شاهدي القرن طبعا بتنظيم من وزارة الثقافة والذي حضره حتى الوزير الأول عبدالعزيز جراد طبعا كانت هناك الكثير من المدخلات الأكاديمية حول فكر المفكر الكبير الراحل وحول مكانة هذا الفكر في زمننا الحالي والراحل طبعا حول هذا الموضوع نسعد بأن يكون معنا الدكتور هشام شراد أستاذ الفلسفة في جامعة الصيف الذي نرحب به أهلا بك دكتور شكرا لكم شكرا على الاستضافة أهلا بك طبعا موضوعنا الثاني إن شاء الله سيكون حول تصريحات قوية أطلقها الوزير الأول عبدالعزيز جراد مساء هذا اليوم وتابعناها على المباشر عبر قناة البلاد طبعا تحدث عن الفساد وتحدث عن تحالف قوي بين أفراد العصابة الذين يقبعون في السجن وفي السجون وبين أعداء الدولة الجزائرية في الخارج وأضاف الوزير الأول في هذه التصريحات المال الفاسد لا زال يحوم في مجتمعنا حذاري هو أكثر من فيروس كورونا إن سمحتم بالمقارنة طبعا هذه التصريحات قوية سنحاول أن نناقشها وأن نحللها في إطار هذه الحصة لكن في البداية حسب الخبر العاجل والهام في الشاشة دخل رئيس الجمهورية عبد المجد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى العسكري للجيش بعين النعجة بالعاصمة حسب ما أفاد به اليوم الثلاثة بيان للرئاسة وأكد أن حالة الرئيس الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق وجاء في البيان بناء على توصية أطبائه دخل رئيس الجمهورية السيد عبد المجد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة وتابع بيان الرئاسة يقول إن صحة الرئيس تبون مستقرة ولا تستدعي أي قلق وأضاف بل إن الرئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه طبعا هذا نص البيان الكامل لرئاسة الجمهورية حول الحالة الصحية للرئيس عبد المجد تبون الذي تم نقله إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة بناء على نصيحة أطبائه طبعا كما أضاف البيان بشكل واضح أن صحة الرئيس مستقرة ولا داعي للقلق وهو يمارس نشاطاته بشكل عادي في مكان إقامته في المستشفى المركزي للجيش طبعا نبدأ بموضوعنا حول مالك بن نبي الإصغاء إلى مالك بن نبي عنوان جذاب وفي حكمة هذا العنوان دكتور هشام شراد الإصغاء إلى شاهد العصر أو الإصغاء إلى مالك بن نبي سؤال مطروح اليوم في 2020 هل هناك من يسغي إلى فكر مالك بن نبي في الجزائر؟ نعم هناك من يسغي لمالك بن نبي في سنة 2020 والدليل على ذلك هو هذه الندوة الوطنية التي نظمتها مؤسسة من مؤسسات دولة ألو هي وزارة الثقافة إذن نظمت هذه الندوة اليوم وغدا حول مفكر الجزائر مالك بن نبي تحت شعار الإصغاء إلى شاهد القرن لهو مالك بن نبي وهذا يحمل لكثير من الدلالات يحمل لكثير من الدلالات لأن الوزارة هي من تنظم هذا الملتقى وكذلك فكرة الإصغاء في حد ذاتها أننا نريد أن نسغي لفكر مالك بن نبي لأن مالك بن نبي عاش طول حياته أو حياته كانت مكابدة وعاش حياته مغيبا وتم تجاهله قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ولكنه قبل وفاته في 73 قال سأعود بعد 30 سنة قال سأعود قال حسب بعض المقالات ما هو مكتوب في بعض المقالات يقول إلى بوسي أنكري ويقول سأعود بعد 30 سنة سنة 73 قبل وفاته وبعد 30 سنة 73 في 2003 قبل 2003 كانت كتب مالك بن نبي لا تطبح في الجزائر لا تنشر في الجزائر وكانت ممنوعة حتى من التداول ما السبب؟ هناك الكثير من الأسباب لأن مالك بن نبي شخصية مالك بن نبي مالك بن نبي كانت له مشاكل مع المستعمر الفرنسي كانت يلاحقه البوليس في باريس وهنا في الجزائر بسبب كتابته بسبب تصريحاته وخاصة بسبب أفكاره مالك بن نبي كان مستفزا كان متمردا كان يهاجم الجميع بدون استثناء إذن مالك بن نبي هو مثقف متمرد هو مثقف ومستفز ودائما هذا النوع من المثقفين يدفع الثمن نعم دفع ثمنه خلال حياته وبعد وفاته تم تهميشه تم تهميش فكره بعد وفاته لم يكن هناك اهتمام بفكر مالك بن نبي في سنوات الثمانيات من القرن الماضي حتى 2003 عاد مالك بن نبي بعد 30 سنة ونظمت الجزائر أول ملتقة دولي حول المفكر مالك بن نبي بتلمسان في إطار تلمسان عاصمة الثقافة العربية وكان ملتقة دولي كبير حضره الكثير من المفكرين والمهتمين بفكر مالك بن نبي الملاحظ أنه في الجزائر هنا في الجزائر اليوم أنه هناك اهتمام كبير بفكر مالك بن نبي لدى المثقفين جزائريين هناك الكثير من الطلبة الذين يهتمون اليوم بفكر مالك بن نبي والذين يقدمون مشاريع بحث مذكرة ماستر ورسائل الدكتورة تناقش حول فكر الرجل هنا في الجزائر إذن هو انتصار لفكر مالك بن نبي الذي قال سأعود بعد 30 سنة وحتى الوزير الأول عبدالز جراد حكى تجربته مع مؤلفات مالك بن نبي قال أنه لم يستطع الاطلاع عليها أثناء دراسته في فترة السبعينات إلا وهو في فرنسا يحضر لشهادة الدكتورة وقال أنه فجأة اكتشف مالك بن نبي واهتم بأفكاره وجذبته أفكاره نعم في صباحا لما تم افتتاح الندوات تحدث الوزير الأول السيد عبدالز جراد عن تجربته مع فكر مالك بن نبي وكيف تعرف عليه في الجامعة الفرنسية عندما أن السيد عبدالز جراد كان عضوا مناقشا في رسالة الدكتورة التي قدمتها أنا شخصيا بخصوص مالك بن نبي بجامعة بوردو ثلاثة في 2009 كان عضوا مناقشا وهو مطلع على فكر مالك بن نبي ومن بين المهتمين بفكره أنا شخصيا تعرفت على مالك بن نبي في مكتبة ميشيل دومونتاني بوردو ثلاثة وأنا أبحث في رفوف هذه المكتبة وقعت على كتابين الكتاب الأول معنون وترجمة بوجهة العالم الإسلامي والكتاب الثاني الفكرة الأفريقية الأسيوية وهما كتابان مهمان عند مالك بن نبي قرأت هذا الكتاب الأول فكرة الأفريقية الأسيوية ومنذ ذلك الحين كان هناك اهتمام بفكر مالك بن نبي ونقشت رسالة الدكتورة في 2000 ساعة وهنا ربما قضيت مالك بن نبي ربما أنه من سوء حظه أو من حسن حظه أنه كان أفكاره كانت متقدمة كثيرا على زمنه وتقدمة كثيرا وهذا ربما في فترة حياته لم يقدم لها الاعتبار المطلوب الذي تستحق نعم هو كان الوسط الاجتماعي غير قادر على تقبلتك الأفكار هذا من جهة إذن هناك عز على استيعاب وفهم الفكر البنابي والمشكلة الثانية هو مالك بن نبي الفكر البنابي في حد ذاته والمصطلحات التي قام مالك بن نبي بتوليدها ومن بين هذه المصطلحات المستفزة نجد مصطلح مثلا أو ما يسمى بالقابلية الاستعمار والذي يتم اليوم تداوله عند الشباب وعند المثقفين وهذا المصطلح قام مالك بن نبي بتوليده في سنوات الأربعينيات وكان يعود له في جل كتاباتي ويستعمل كلمة ومن ثم فإنه سبب له الكثير من المشاكل بسبب سوء فهم هذا المثهوم من طرف المثقفين الجزائريين ومن طرف كذلك الوطنيين فقد هاجمه مصطفى الأشرف في كتابه الجزائر هاجمه محمد شريف سحلي الذي يقول عن القابلية الاستعمار مصطفى الأشرف يقول إن مالك بن نبي بتوليده لهذا المصطلح إنما انخرط في النهج الاستعماري والكثير من المثقفين هاجموا مالك بن نبي بسبب توليده لهذا المصطلح القابلية الاستعمار لأنه في تلك المرحلة كانت الجزائري تعيش ضغطا يعني الجزائري كان في حرب معه أو يعيش تحت الاستعمار ومثقف الجزائري يخرج بفكرة كهذه القابلية الاستعمار وأفكار أخرى مستفيزة فكان الثمن باهذ بالنسبة لمالك بن نبي لماذا لا يعرف الجزائريون كثيرا مالك بن نبي كما هو ينبغي كما هو مطلوب لماذا؟ نعم نجد أنه استشهادات كثيرة بأقواله بكتبه لدى نخبة النخبة في دول العالم مثلا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بيني نهضة ماليزيا الحديثة يعني نشاهد له حلقات ليروي فيها حياته يستذكر ويستشهد بأفكار مالك بن نبي مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا يعني يسأله المقدم هذه الفكرة يقوله قال مالك بن نبي كذا وكذا وبالتالي فإن كذا وكذا لكن في الجزائر هو مغيب ولا يزال مغيبا عن مكانياته الحقيقية إلى اليوم وإن كانت الندوات رسميا هناك اهتمام واضح نعم هناك كثير من الأسباب أظن أن السبب الأول أن مالك بن نبي كتب باللغة الفرنسية كل كتب مالك بن نبي كتبت باللغة الفرنسية لكنها ترجمت بإتقال لا لا المشكلة هنا يطرح لأن مالك بن نبي كتب باللغة الفرنسية باستثناء كتاب واحد عنوانه المسلم في عالم الاقتصاد هو عبارة عن مجموعة من المحاضرة التي ألقاها في المشرق وفي السعودية وفي بلدان عربية ثم ترجمت إلى الفرنسية في سنة 1996 إذن المقرؤية من يقلع مالك بن نبي هي الطبقة المثقفة المفرنصة أولا ثانيا مالك بن نبي أخذ عبد السابور شاهين وهو مصري وكذلك المسقاوي وهو لبناني بترجمة هذه الكتب أين ترجمت هذه الكتب؟ لم تترجم هنا في الجزائر ولم تنشر وتطبع في الجزائر يعني بداية طبع الكتب ونشرها في الجزائر هو جديد هناك القليل من الدور النشر في الجزائر التي تنشر كتب مالك بن نبي هذه الكتب كانت تنشر في سوريا وتصلون هنا في علب هذا إذن مالك بن نبي معروف في سوريا أكثر منه في الجزائر لأن الكتب متداولة الكتب تطبع وتنشر يطالع عليها المثقفون إلى غير ذلك أما أنك تمنع هذه الكتب من التداول من الطبع من النشر فلا يمكن التعرف على فكره بأي طريقة خاصة في تلك المرحلة سنة والثمانيات والتسعينيات حتى الألفين ما فيش أنترنت ما فيش أما اليوم هناك اهتمام بفكر مالك بن نبي ويحضرها حتى الوزير الأول هذا الشيء رمزي ولو هذا الحدث يكتسي رمزية لأن كما قلت 2003 كان أول مؤتمر نظم حول مالك بن نبي وبعدها تلتها الكثير من المؤتمرات اليوم في كل سنة قبل 30 أكتوبر تنظم الكثير من الندوات على مستوى الوطن احتفاء بهذا الرجل رحمه الله اليوم هناك اهتمام بفكر مالك بن نبي نجد أن وزارة الثقافة هي من تنظم ونجد أن الوزير الأول هو من يقوم بافتتاح هو الوزيرة افتتاح الندوة الاعلان عن الافتتاح الرسمي للندوة والوزير يلقي كلمة ويتحدث عن مالك بن نبي وزير شؤون الدنيا يتكلم عن مالك بن نبي وزيرة الثقافة كذلك فهذا يدل على أن هناك بعض المسؤولين لهم في دوالب السلطة لهم اليوم في السلطة يهتمون بفكر مالك بن نبي ومن ثم أمكان القول بأن اليوم مالك بن نبي حاضر ليس مغيب كما كان من قبل هناك اهتمام به روح للجامعات أنا أشرف هذه السنة على مذكرتين في الماستر مذكرتين في الماستر في قسم الفلسفة بجامعة السطيف حول مالك بن نبي حول مالك بن نبي إذن وسأناقش عن قريب رسال الدكتورة بجامعة هنا الجامعة الجزائر في بوزريعة رسال الدكتورة حول مالك بن نبي لأحد طلبة طلبت هذه الجامعة إذن هناك اهتمان يعني فكر مالك بن نبي ومؤلفات مالك بن نبي ليست فقط حتى في كبريات الجامعات العالمية فيه تخصصات مطلوب فيها ينبغي لك أن تدرس مالك بن نبي وأن تبحث في مالك بن نبي وأن تعود إلى مالك بن نبي لا هي في الجامعات هي كين هناك مقييس يعني مقييس التخصص داخل مقياس التخصص يمكن لك مثلا أنك تتكلم عن الفكر الجزائري مالك بن نبي يمكن أنك تأخذ مالك بن نبي وتضعه في خانة ما يسمى بالفكر الجزائري أو الفلسفة الحضارية إذن لما تتكلم على مقياس مثلا في فلسفة الحضارة لابد أن تتكلم عن ملك بن نبي فهو فيلسوف الحضارة بامتياز صحيح نروح الفصل دكتور هشام شراد نواصل الحديث حول فكر ملك بن نبي وإن كان ملك بن نبي لا يختصر في حصة تلفزيونية سريعة يعني هذه فقط إضاءات فقط وقراءة في العنوين والعنوين الكبيرة والكبيرة جدا بعد الفصل إن شاء الله سنواصل الحديث حول هذا الموضوع وأيضا سينضم إلينا الأستاذ نجيب بيطام حول تصريحات الوزير الأول طبعا من الإشارة أن أستاذ نجيب بيطام كان يسمع حوارنا عبر الهاتف وقال لزميل كريم كالي أنه معجب جدا بهذه الأفكار طبعا نروح الفصل ثم ينضم إلينا الأستاذ نجيب بيطام